يعني بتيجي دلوقتي تعودي مع نفسك تقولي ايه لأ ما انا كان ممكن برضو امشن مشواردة بطريقة تانية يعني خلينا اكون صريح معاك دلوقتي الفكرة المعلمة اللي هو انا عندي الشلة بتاعتي انا عندي المسلسل بتاعي كل سنة انا عندي انت فاهمها الطريقة دي الطريقة دي بقت موجودة يعني هل كنت تحب تشتغلي كده لا انا حب بسيب العمل للاستاذ المخرج يعني انا معروضة عليها دلوقتي مسلسل المسلسل ده انا بقيت حسة بحرج وانا بطلب من المخرج بقوله استأذنك بس اعرف مين اللي موجودين عشان وانا بقرأ وبذاكرة بشايفاه وبقولها على فكرة دايما على بحرج شديد جدا ان بعتبر ان ده مش من حق ان انا لازم يبقى فيه مبدع اول لازم تدي لعيش الخبازه لازم يبقى فيه حد هو القائد يعني كان بدري اول انك يبقى شكلك يعني انت فاهما او انه يعني فيه ناس بتحب تقعد في مرحلة اللي انت فيها دلوقتي لا ما احبش احب اعمل دور مراحل يعني انا نفسي اعمل مثلا مسلسل يبقى مثلا عشر تلاف حلقة افضل عيشة مع الناس كل حلقة كل مرحلة اشدهم انا اقدر اعمل ده يعني باذن الله اقدر بس الممثلات دلوقتي بقى بيعملوا حاجات علشان يبقوا في المكان ده غير الفن دي جملة صح ولا غلط يعني معلش تاني سنة مخي شوية يعني بحس انه هو خلاص فيه سستما انه انا بعمل مسلسل كل رمضان انا لازم افضل في المكان ده انا بحس ان ده عامل زي الداي على الودان كده انا لما افضل بطل على طول بطل على طول افضل بطل على طول لا انا لما اعمل دور حلو اعمل دور حلو بجد ايه وصل للقلب بجد لكن ايه الفايدة ان انا اعمل كل سنة لازم انزل على قناة مهمة واقول للناس انا موجودة ايوه وبالاعلانات ايوه من الفلوس ايوه لا 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 ليه لا لا انا لازم اعمل مسلسل اعمل مسلسل قوي اوصل لقلب الناس بجد اكون صدقة بجد اخلي كوافر يشتغل بايده بمزاجه وهو لازم يبقى آري انا الكوافر بتاعي لازم يبقى آري الكوافر بتاعك بيقرى النص اه والمكير بيقرى النص يعني انا كان عندي استاذ احمد حمدي لبقتي مصطفى حمدي المكير كان يجي لما يبقى مستعجل يجولي الاثنين يعودوا نعمل القهوة واقعد احكي لهم الشخصية وحتى قدامي نقط هنا البروكة هتبقى شكلها ازاي هنا شعري لازم يبقى ملموم هنا لازم تجيبولي بنت بتاعت مانيكير عشان تشيل المانيكير يا ست الناس الناس دلوقتي مش تلاقيها شغل كتير يعني مفيش مجال للكلام ده وبعدين الوقت برضو يعني لازم نستغل الوقت على طوق يعني تعرف انا كنت يعني انا متربي فعيلة فنية يعني طبعا فكانوا دايما يقولوا للمكاني يعني يجي واجه جديده بتاعه اشتغلي يا بنت اشتغلي اشتغلي الشغل بيجيب شغل لا مش صحة الشغل بيمشي الشغل يعني لو شغل مش كويس حيطفش الشغل الكويس واحد